اشتركوا في القناة سمكة النمر العملاقة وهي نسخة اكبر واكثر فتكا من سمكة البيرانة تمتلك اثنان وثلاثون سنة مماثلة في الحجم لاسنان سمكة القرش الابيض الكبير ومن المعروف انها تهاجم البشر وحتى التماسيح ولم يتم اصطيادها الا من قبل عدد قليل من الصيادين ذوي الخبرة بسبب الخطر الذي تشكله حتى بعد صيدها سمكة النمر العملاقة او جالوت النمر هي اسماك مياه عذبة مفترسة ضخمة توجد في نهر الكونغو بافريقيا ذات اسنان كبيرة ويمكن ان يصل طوله الى متر ونصف وتزن حوالي خمسين كيلو جرام هذه السمكة تعتبر مفترسا قوي فهي تتغذى على جميع انواع الكائنات الحية داخل الانهار وتفترس التماسيح صغيرة الحجم والطيور الكبيرة ولها حالات سابقة في الهجوم على البشر تعتمد على اسلوب المباغة والبلع السريع ويمكن ان تتمدد معدتها ثلاثة اضعاف حجمها وهذا يعني انها لا توفر شيء وشهيتها كبيرة الصيادين يعتبر صيد هذه السمكة تحدي كبير لانها قوية جدا وعنيدة في سحبها من المياه وكثيرة المقاومة وتحتاج الى بذل الكثير من الجهد من اجل صيدها حتى بعد سحبها الى البر لا يزال الخطر قائما لانها ستحاول قضم اي شيء لذلك انتبه على يدك واصابعك فقد تكسب سمكة وتخسر اصبعا او يد